بتحس إذا بنتك بدي تهاجر براسك أنت كباي طبعا بديك تقول أنا بحب بنتي تضل حدي تضل موجودة بس نحنا شبابنا كتير عم بتهاجر وكتير عم بتفل بهالمنطقة بالذات ويمكن عم تفتح لهم الدنيا فرص بره أكتر شو بكون وجهة نظرك وهل لأنه بتعرف نحنا على أيام أهلينا أهلينا وقفوا بوجهنا بكتير أمور العلاقة بالهجرة وفي كتير ما خلوا أولادهم يهاجروا حلق من بعد ما شفنا كل اللي مرأ وكل اللي صار معقول توقفوا بوجه إذا بدأ تهاجر لا أكيد أنا ما أوقف بوجهة بس أنا وجهة نظري بهذا الموضوع اللي هي أنه يعني نحنا موضوع الهجرة كله التفكير فيه غلط لأنه أنا بهاجر لما يكون عندي شيء ومحقق شيء في بلدي وهو لقيت الصدمات وكذا أما نحنا الحمد لله ليك نايمة نحنا تطالعين الفراغ يعني أنا مثلا أنا طلعت من الصفر يعني لا أبي كان ممثل ولا أخي ولا حدا من قريبيني طلعت والحمد لله أخدت موقعي بطريقة كثير منيحة ببلدي فأنا ليش لحتى هاجر زائد أني أنا لما كانوا يوصفوا لي أوروبا والبلاد الثانية أنه أحلم البلادنا يعني فأطلعت على أوروبا هي حلوة بس مو أحلى من بلادنا نحنا بلادنا حلوة هي بلادنا كتير حلوة بيروت بتطير ضبانات العقل لبنان كلها الجبل وين ما رحتي بالبنان حلو بالجنة بأهله وبناسه سوريا بتطير العقل بأهله بناسها بتضاريصها بتنوع كل شي فيها كل شي سوريا ولبنان من أحلى البلدان كلش لا نهاجر يعني لأن نحقق شي ببلدنا بعدين إذا صار مشكلة ما يعني هذا الشي اللي حققناه عم يخلونا عم يخلونا نحقق شي ببلدنا طبعا ما لك كل بوكس وراء التاني كل بوكس وراء التاني كل بوكس وراء التاني اللي عنده أسرار تفشخ فاش خلق الدين بيرجعوك 200 سنة لورا ما عم بحكي السياسة عم بحكي عم بحكي عم بحكي أحلام عم بحكي ناس عم بحكي مجتمعات عم بحكي. هيدا اللي قصد. اوكي. هلا نحنا في عنا الظروف معينة. صحيح مظبوط. يعني هي مبرر حاليا انه الواحد يهاجر. بس مو كل واحد هاجر حقا شي عظيم. لا طبعا. لا يأكله وشربه. وممكن ازا كان عنده شي كتير متميز يبين معه. اما ازا كان عنده شي متميز كمان بيبين ببلده. ورغم كل الظروف. طبعا. طب انا بعرف شي متميز. هي إرادة لانه.